باكراً بدأ توافد الإسبان على مراكز التصويت موعد رأاه الناخبون حاسماً من أجل التغيير في ظل انتقاد شعبي متصاعد يطال الحكومة الحالية تجل في نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة الانتخابات فرصة للتعبير عن الرأي أعتقد بأن رئيس الحكومة السابقة سيء جداً وقراراته سلبية انطباعات بدت متوافقة مع تطلعات المعارضة باختلاف مرشحيها الذين دعوا إلى تعبئة جماهيرية من أجل ما اعتبروه إنقاذاً للديمقراطية لا نعرف بالضبط ما ستكون عليه النتيجة لكننا نأمل في أن تبدأ إسبانيا حقبة جديدة ابتداء من الساعة الحادية عشرة عندما تبدأ نتائج الانتخابات في الظهور أدعوكم إلى تذكري أن حق التصويت لم يسخط من السماء وأننا نظرنا كثيراً في هذا البلد حتى نتمكن من التصويت بحرية هذه على الأرجح أهم انتخابات لأن المستقبل على المحك والعقد القادم كذلك لذلك أطلب من الإسبان استخدام حقهم في التصويت أعتقد أن أي نتيجة يحصل عليها فوكس ستكون بطولية لأننا لم نتمكن من إجراء الحملة كما يجب فكل شيء كان ضدنا المؤسسات الإعلامية المعارضة والأحزاب التي تتمسك بالأكاذيب من أجل شيطنة حزبنا والتلاعب بتصريحاته على الطرف المقابل يقف بيدرو سانشاز أول من صوت من المرشحين وحيداً في وجه رياح التغيير التي تكاد تعصف بطموحه السياسية لا أريد أن أقول ما إذا كنت متفائلاً أم لا لدي مشاعر طيبة ولكن الإسبان هم الذين سيختارون اليوم مستقبل بلادنا وتقدمها في ظل منافسة محمومة على رئاسة الحكومة بين فايخو وسانشاز وتوقعات بفوز الأول بأغلبية نسبية غير مطلقة يتطلع الشارع الإسباني لمعرفة صاحب المركز الثالث فوكس أو سومار يمين متطرف يعود إلى الحكومة بعد نصف قرن عن سقوط ديكتاتورية فرانكو أو يصار معتدل قد تضطر الخسارة سانشاز للإستنجاد به حتى وإن كانت زعيمته أشدت داعمين للقضية الصحراوية ترجمة نانسي قنقر